السلام عليكم عليكم السلام شوانك استاذي الحمد لله شوان صحتك سني ولا شيعي لا اني خرجت من الظلمات الى النور كنت شيعي لا كنت سني وصرت شيعي والحمد لله طيب وابوك وامك مازالوا على التسمم اه ابوك وامك مازالوا سنة ولا هيتشيعوا قريبا نعم بعدهم سنة خلي بلك من امك لان في رواية في البحار وذكرها ياسر الخبيس في كتاب في قناة فدك ورية موجودة في بحار الانوار ان ما من مولود الا والشيطان يضع اسبعه في دبره ان كان ذكر وفي فرجها ان كانت انثى ان لم تكن من شعة ال البيت حاول تشوف امك فبيقولك فتصبح المرأة فاجرة ويصبح الرجل مأبون يعني يفعل بيه فعلي قوم الوقت فهل ابوك يعني بيفعل كده او امك لان الرواية موجودة في التشيع ايوه شفت يا حيوان يا قذر عرفت انك كذب وشيعي عرفت ان نازم نفضحكم من دينكم خد شو اقول لنا شيعي وعندي شبه لكن ما تقولش مفيس سنة عاكل بيتشيع مفيس سنة عاكل بيتشيع امك عاملة ايه دلوقتي اه امك عاملة ايه عرفت ان الحمدلله بنجيبكم كده بنجيبكم بالحبل ونربطكم ونأتي بكم نفضحكم امام الجميع وانا بينك انك شيعي سباب لعان ولم تكن سنة اللي تذوق القرآن الكريم اللي تذوق اللي صلى كده وراء امام سنة وسمع القرآن الكريم في الصلاة وتذوق قراءة القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم عمره بيروح للطم وتدبره انت واحد زن ديك دخل تقول لي عائشة زنة يعني يا يا حيوان لو واحد يهودي او نصنم يسمعك تقول لك ايه يا عامة اروح لي نبي ايه ما معرفش يحافظ على عرضه فكيف يحافظ على دينه روح يا زن ديك دين اعوذ بالله دين قذر روح يا قذر امشي يا قذر امشي كان معكم احد الزناد كان لازم يتفضح اقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو انتظر اعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر